ساعات تلاقي واحدة متخنقة مع جزها. هو ساعات تلاقي واحدة مش متخنقة مع جزها. اصلا بس هي المثال عن الواحدة اللي متخنقة مع جزها. مش قلتش مين الغلطان عشان بس. ساعات لاقي واحد ده مسلا متخنقة مع جزها. وتلاقيها بقى ايه? بتعيت ومنهارة وبتاع وما متها تيجي تزورها كده. تلاقي مالك يا حبيبتي في ايه? تقول لها لأ خلاص. انا تعبت بتاع. ايه في ايه? تقعد تحكي لها شوات حاجات كتير كده جنب بعضها. وفي شاح تفى بقى ونف وتفى كل الحاجات المقرفة دي. وفي الاخر تقوم ايه ايه? مامتها. بكل بساطة كده او ممكن جدتها كمان. تقول لها كل بساطة. يا سيدي حاجات بسيطة. حديها بس والدنيا هتعدي. ما تخافيش. هتعدي والله. ازاي بس وبتاع. هتعدي. ساعات البنت الصغيرة دي. تمام? اللي هي الزوجة دي. بتظن ان هذه المرأة الكبيرة اللي هي مامتها او جدتها. ستة بسيطة. وعقلها على قدها. وكبرت قوي في السن. ومش عارفة بتقول ايه. فبتتعامل مع كل الامور ببساطة كده وتقول لها ايه? هتعدي. 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 ممكن تتخيل كده. هي مش عارفة. في تقدير انا الشخصي. واظن ان هذا هو الصحيح. ان السبت دي عميقة جدا. جدا. ليه? لانها عاينة الدنيا. هي شافت الدنيا من اولها الاخيرها. عاشت العشرين والتلاتين والاربعين والخمسين والستين. شافت خلاص. وشافت مشاكل ومشاكلها وجزها وفلانة 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 وفلانة. وعرفة ان النوعية دي بيحصل فيها ايه? بتعدي. فقالت لها ايه? هتعدي. فهي ما قلتش كده عشان خطر المشكلة بتاعتك بسيطة ولا في عدم اعتبار لمشاعرك. هي عاينة الدنيا. شافتها. فلما تيجي انت التوب. وتشعر بهذا الالم الشديد. وتلاقي واحد زي ابن القيم. بيقول لك ايه? هتعدي. يبقى اصبر شوية وجاهد نفسك. يبقى قاوم نفسك. يبقى استحمل. يبقى تعرف ان ده هيحصل لك. بل من الفطنة ان انت بقى من العائل فقالك ايه? وهنا دقيقة قل من يتفطن لها الا فقيه في هذا الشاء. ان تعلم انك ستلقى هذا الامر وانت في بداية الامر. يعني وانت بتتوب كده تمام? وانت بتسيب الذنب الفلاني او بتسيب العلاقة الفلانية او انت بتبطل المضوع فلاني تبقى بتقول جواك ايه? انا عارف كلها يوم ولا اتنين اسبوع ولا اتنين شهر ولا اتنين ولا ايه نفسي بقول نفسي ايه? انا عايز ارجع. ودي من علامات خروج الذنب من القلب. فلما يجي عليك اليوم اللي انت بتعتصر فيه يكون هذا اليوم لك يوم ثبات. ترجمة نانسي قنقر